تنضم إلينا من الخرطوم سهام سعيد مراسلة الغدس سهام يعني ما الذي حملته هذه الكلمة في طياتها وما الرسائل المرادة من هذه الكلمة نعم الفريق وركن عبد الفتاح البرهان الرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني لعله مرظم الرسائل التي وجهها الآن هي رسائل وجهها قبل ذلك من أنه عقد يعني اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لإنقاذ البلاد وهناك كان تخبطه السياسي ولكن نبدو أنه الجديد هو هذا الحديث عن هذه التحركات الدبلوماسية في الخرطوم التي يتم من خلالها التحريط ضد الجيش السوداني لإيجاد مبرر لتدخل دولي في السودان وقال إنهم قادرون على حسم هذه التحركات ربما هذه رسائل رسالة مهمة للأطراف التي تتصل بهذه الأطراف الدبلوماسية داخل السودان وأيضا للجهات الخارجية التي تمثل هذه الجهات الدبلوماسية بأنه يعرف هذه التحركات وأنه قادر على حسمها ولكن يبدو أنه حتى الآن لا يرى أنها تشكل خطرا كبيرا على السودان وعلى القوات المسلحة السودانية والصورة الذين كانوا يعارضون بالأمس هما الآن داخل أو ربما هما الأقرب لدوائر الحكم هناك أصبحت قوى سياسية معارضة لديها اتصالات بدول أخرى ربما لديها اتصالات دبلوماسية حتى في الخرطوم تحركة الدبلوماسية الموجودة في الخرطوم لا ندري بالتحديد ولكن هناك حاليا نساحة السياسية السودانية لديها العديد من التواصل والاتصالات مع الخارج ومع الأطراف الدبلوماسية الموجودة داخل الخرطوم كيف انعكست وقرئت هذه الكلمة في الأوساط السياسية السودانية؟ نعم هذه الكلمة طبعا دائما حينما يكون الفريق البرهان لديه خطاب للقوات المسلحة يتيب انتظار بالكثير من الاهتمام والترقب لأنه سيكون هناك خطاب سياسي موجه للسودانيين ولكل القوى السياسية الخطاب أهمية في أنه أكد على التأكيد على أهمية الاتفاق الذي عقده مع رئيس الوزراء السير نحو الانتخابات النزيهة الحرة كما وصفها وقال بأن الاتفاق مع حمدوك كان على أربع ركائز مهمة كما جاء في حديثه هي معاش الناس أو إصلاح الوضع الاقتصادي السلام والأمن وأيضا تحضير البلاد لمرحلة الانتخابات وقال إنهم فعلوا كل ذلك لحماية المرحلة الانتقالية ولسير بالسودان نحو هذه الانتخابات الحرة النزيهة وأكد أن الجيش السوداني ما زال قويا وقادرا على حماية كل ربوع البلاد سيهم سيد مراسلة الغد كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا شكرا جزيلا